الحمد الشاكرين رسالة خير الخلق قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم وهو خير ما يتعلم ويعلم وقد أنزل الله كتابه بينا واضح لأهل اللسان العربي فقال بلسان عربي مبين والتفسير مرده إلى لغة العرب فيها بيانه وجلاؤه ولسان العربي تفاوت من جيل إلى جيل وما كل من نطق بالعربية استطاع معرفة مقاسد الكتاب ما لم يقرن ذلك بفهم الصدر الأول وخير القرون روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم التيمي قال خلى عمر بن الخطاب ذات يوم فجعل يحدث نفسه فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنه قال كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيه واحد وقبلتها واحدة قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه ولمنا فيما نزل وإنه يكون بعدنا قوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيما نزل فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا فزبروا عمر وانتهره فانصرف ابن عباس ثم دعاه بعد فعرف ذلك قال ثم قال ايه اعد علي وقد كانوا يحفلون بالمعاني وينصرفون إليها ويعتنون بها علما وعملا ولا يرون الاكثار من الحظ مع عدم الفهم وذلك أن الحظ يزاحب الذهن في الانشغال بالمعاني والعقول مجبولة على عدم قبول قول إلا مع فهم معناه على وجه صحيح فإذا لم تفهم الوارد إليها على الوجه الصحي سبق إليه الفهم الخاطئ واستقر فيه والشق على الإنسان التحول عنه ولو تحول عنه مرة لوجد الذهن يرجع إلى أول فهم ولذا قل الخلاف في الصحابة وكثر في غيرهم أنواع التفسير روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله فجعل ابن عباس أنواع التفسير أربعة الأول وهو الأصل ما يعرفه أصحاب اللسان العربي الصحي لأن القرآن بلسانهم نزل فيلتمس تفسير فيلتمس تفسير والفاضي القرآن في شعر العربي الجاهلي وما بعده بقليل قبل تسلط العجمة ويأتي مزيد كلام على هذا النوع والثاني ما لا يعذر أحد بجهله من أهل العربية لظهوره ووضوحه عند أهل السليقة وهذا أصل النوع الأول وذاك فرع منه الثالث ما يعلمه العلماء العارفون بالوحي وكلما كان العالم بصيرا بالسنة ووجوه اللغة وأسباب النزول وعمل الصحابة كان بالتفسير أبصر وما لا يعرفه بعد ذلك فهو المتشابه ويتفاوت العلماء في ذلك فقد يكون الموضع متشابهن عند عالم ومحكما بينا واضحا عند غيره ومن عرف السنة والعربية وعمل السلف وقرائنا الحال عند نزول الآي إذ محل التشابه عنده وغلب الإحكام الرابع ما لا يعلمه إلا الله ونص بعض العلماء أن هذا النوع من التفسير يحرم الخوض فيه كالخوض في تكييف صفات الله ومن ذلك الحروف المقطعة في مفتتح بعض الصور ولم يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم شيء يعتمد عليه وقد جاء في ذلك جملة من المرويات عن الصحابة وجلها ضعيف أو منكر والأصل في القرآن الإحكام والبيان لا النسخ والتشابه ولا يكاد يوجد في القرآن متشابه متشابه مطلق لكن يوجد فيه شيء يسير يعد من المتشابه على جمهور الخلق ويجب عليهم إحالة علمه إلى الله وهذا النوع ليس منه شيء من أحكام الدين التكليفية التي يحاسب على عدم العلم والعمل به الخلق وعلمه إنما هو علم فضل يخص الله به أفراد العلماء من العباد فالتفسير وأسانيده من المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويتفقها فيها ويعرف الصحيح منها والضعيف فإن كثيرا من طلبة العلم يجهلون هذا الفن ولا يعتنون به والغالب على أحكام المتعلمين للتفسير الاعتماد على إطلاقات المحدثين في علوم الحديث وقواعده وهذا مشكل في أسانيد الأحكام فضلا عن أسانيد التفسير والغالب على أحكام المتعلمين للتفسير الاعتماد على إطلاقات المحدثين في علوم الحديث وقواعده وهذا مشكل في أسانيد الأحكام كأن أسانيد التفسير التفسير المرفوع قليل مسالك العلماء في قبول أسانيد التفسير تختلف عن غيرها من مواضع الرواية فللعلماء اعتبارات في الإعلال وإعمال القرائن الدقيقة مما لا يظهر نظيره في أبواب الأحكام وقد يتشابه الإسناد من أوله إلى آخره بإسناد آخر في الرجال وصيغ السماء فيعل الأول بعلة لازمة فيه ويصحح الآخر ومن نظر في ترائق الأئمة تلك وأدام النظر فيها أدرك أن علم الحديث والعلال علم عسير وأدرك قدر التفاوت الذي بين الحفاظ النقاد الأوائل وبين ما أخذ بظواهر هذا العلم وقواعده من المتأخرين والتفسير بالجملة مما يقل فيه المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول السيط في أوائل كتابه الإتقان والمرفوع عن رسول الله في التفسير هو في غاية القلة وساق في أواخر كتاب الإتقان مما يروع رسول الله من الصحيح والضعيف وإذا كان عبد الله بن عباس وهو من اشتهر بالإمامة في التأويل والتفسير حتى قال فيه الإمام الشافعي ما ذكره البهقي في مناقب الشافعي في باب ما يدل معرفته بصحيح الحديث ليس شيء يصح عن عبد الله بن عباس في التفسير إلا شبيه مئة حديث يعني مرفوع فإذا كان هذا الحال فيما يروع عن عبد الله بن عباس في الموقوف فالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل والمروي عن ابن عباس من الصحيح أكثر من هذا بكثير ولعل مراد الشافعي ما صح ظاهرا وليس فيه شيء مما يقدح فيه في حال التشديد وإلا فما يصح باطنا من المروي عن ابن عباس أضعاف ما ذكره الشافعي وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير كلام الله ما هو صحيح بأسانيدك الشمس ومنها ما هو في صحيح حيح البخاري ومسلم وغيرهما ومن ذلك تفسير الظلم بالشرك وكذلك تفسير الحساب بسؤال الله ومناقشته للعبد يوم القيامة كما جاء في حديث عائشة في الصحيح وغيره وغير ذلك من التأويل وما جاء شيء من التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة مقاطعة وهو أولى من يؤخذ ويعمل به وهو مقدم على قول كل أحد لأن الله ما جعل الحجة في قول أحد إلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا معنى قول الإمام رحمه الله ثلاثة لا أصل لها من أقل المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرويات في باب التفسير وهي أضعفها رواية يقول الإمام أحمد ثلاثة ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي وقد جاء في رواية عنه ثلاثة كتب ليس لها أصول ومراده بذلك أن الضعيف فيها عند التشديد والتحوط على طريقة الأحكام أكثر من الصحيح أن الضعيف فيها عند التشديد والتحوط على طريقة الأحكام أكثر من الصحيح والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مقارنة بما جاء في هذا الباب من المرفوع والموقوف قليل بل لا يعد عشرات المواضع فقط وهكذا فسره المحققون من أصحاب أحمد كما حكاه الزركش في البرهان بقوله قال المحققون من أصحابه مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد أسانيد صحاه المتصلة وإلا فقط صحة من ذلك كثير كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام والحساب اليسير بالعرض والقوة بالرمي وغيره وكثير من المرفوع في باب التفسير في عداد الضعيف والمنكر والموضوع ولذلك قال ثلاثة ليس لها إسناد أو لا أصل لها يعني ليس لها إسناد يعتمد عليه وإن وجد فوجوده كعدمه بخلاف ما يفهمه بعضهم من ظاهره من ظاهر نفسه أنها تروى بغير إسناد وهذا غير صحيح فإن الإمام أحمد قد أخرجت جملة من الحديث في مسنده وقال في موضع آخر من سؤالاته وغيرها إنها ليس لها إسناد أو ليس لها أصل وهو أعلم الناس بما يروي والأمثلة على ذلك كثيرة من ذلك ما رواه في مسنده من حديث ابن عمر مرفوعا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه قال فيه في رواية أبي طالب هذا ليس له إسناد ومنها ما رواه عن ابن مجلث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل وقد قال أحمد ليس له إسناد ومنها حديث كنا نعد لاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة رواه في مسنده ونقل عنه ابو داود في سؤالاته قوله فيه لا أصل له وغير ذلك كثير وكثير من الأحديث المسند لا يفرق العلماء بين وجود إسنادها وعدمه لاتراحه وضعفه تساهل السلف في التفسير لما كان الرواة الثقات يعتنون بأمور الديانة ومسائل الأحكام الظاهرة التي يخاطب بها الناس في حياتهم وحرصوا عليها ونقلوها وتحروا ثبوتها وتساهلوا مع ذلك في غيرها ولما حفظت الشريعة وبدئ بتدوينها ظهرت العناية بعلوم التفسير والسير والتاريخ والفتن والمغازي وغيرها وكانت هذه الإناية في عهد التابعين أظهر منها في عهد الصهابة وفي أتباع التابعين أظهر من التابعين وهكذا حتى استقر تدوين العلوم وفي الغالب فالمبرزون في التفسير والسير والمغازي لا يصلون لمتوسطي الثقات من رواة أحاديث الأحكام ولهذا كثر في أساند التفسير الضعيف والواهي والمنكر والموظوف لم يحمله الكبار ولم يعتنوا به كشعبة أو سفيان ومالك وابن مهدي وغيرهم من الآئمة الحفاظ الكبار الأثبات وإن كانوا قد روواوا جملة من ذلك والآئمة يتساهلون في التفسير ولا يتساهلون في أدلة الأحكام قال عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأساند وتسامحنا في الرجال وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأساند وانتقدنا الرجال وقال أيحي بن سعيد تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث ثم ذكر ليس ابن أبي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن سائب وقال هؤلاء لا يحمدوا أمرهم ويكتبوا التفسير عنهم رواه البهيقي عنه في الدلائل والكتابة عنهم في التفسير تحتمل لأنهم قد اعتنوا بذلك فصاروا من أئمة التفسير وكذلك من أئمة اللغة ويحدثوا عن هؤلاء الضعفاء وإن كان بعضهم لا يعتمدوا عليه سبب عدم إناية الأوائل بالتفسير سبب عدم إناية الحفاظ الأوائل بالتفسير يرجع إلى أمور أولا الإنشغاء واللوب الأحكام والمسائل الوصول وفروع الأحكام التعبدية كما تقدم بيانه ثانيا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين يفهمه عامة الناس في الصدر الأول وتفسير وألفاظه وبيانه من فضول العلم عند كثير منهم بل إن فهم الأعرابي منهم لألفاظه ومقاسده يفوق فهم كثير من كبار المفسرين من المتأخرين وما نازل القرآن إلا ليفهمه الناس بلا تكلف وبيان وهذا مقتضى التكليف بمجرد السماع وبلوغ الحجج للأسمع كما قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لأن الأصل أن القرآن يفهم بمجرد سماعه عند جمهور الخلق ولكن لما توسعت بلدان المسلمين وكثرت الفتوحات واختلط العرب بالعجم ودخلت العجم على اللسان العربي فحتا سمجھا رہی ہے نا اب أصل جو بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کے متعلق شارعه کی بات يتنی اهم نئی ہے جو آئین اصل تو قرآن کا مطنة اور کسی فسر کی تفسير محمد حدیث تک رسائی کا معامل ہے اسی طرح سے دیکھتے کسی حدیث کے شارعه کی بات اس لئے اس لئے تخفیر کی اور دوسرا یہ نا کہ جو حدیث حدیث کا معاملہ نا وہ داریک حدیث تک رسائی کا معاملہ ہے اس لئے اس لئے اس لئے تحصر کی توسعق اور بوت ٹائٹ اور بروت رکھنا ضروری ہے کہ آپ مطن تک پانے کے نہیں پہنچتے مطن کی ایک تشریح کسی نے کی ہوگی جس طرح کہ وہاں حدیث کی شرع تک آپ جاتے ہیں تو کسی مشارعہ کے سارا لیتے ہیں وہ صحیح بھی کہا سکتا ہے عرد بھی مهمیت نہیں ہوتا ایسا بنیادیہ صلی اللہ علیہ وسلم نقطہ یہ ہے یہ کچھ کچھ فرق ہوئی ہے کہ وہاں آپ جو حدیثوں کے اندر سختی ہے وہاں حدیث تک رسائی کے لئے سن جائے یا قرآن تک رسائی کے لئے سن نہیں ہے ایسا ہے کہ جملے کی تشریح تک جس طرح کہ وہاں حدیث کے جملے کی تشریح تک اشارہ کی سند ہوتی ہیں اسی طرح اس لئے اس کا تقاضی کیا فرق ہوگی جی ساج الناس الى التفسیر وَهَذَا سَبَبُ قِلَّةِ التفسیرِ المرفوعِ لِأَنَّهُ لَا حَاجَتَ إِلَيْهِ عِندَهُمْ فَلَوْ فَسَرُوا الْقُرْآنَ لَفَسَرُوهُ بِمَا يُرَادِفُهُ فَهْمًا واستوى المفسر والمفسر به من جميع الوجوه أو أكثرها ولا أصبح التفسیر حشواً ولزهد الناس في النظر فيه مع تعذر حصول ذلك منهم فالعرب تكره الحشو والتكرار وتنزه نفسها عنه والنفوس تأبى أن تفسر لها الواضحات ذلك مرد ندرة آثار التفسیر عندهم بل إذا كان العربي ينزه نفسه المخاطب عن سماع المترادفات في كلامهم فذلك في كلام الله أولى لأن جل كلامه واضح بيّن لا يحتاج معه إلى تكلف مع أن الغالب على كلامه الإجاز والإفهام بعقل عبارة مع أنهم عرب يعربون الكلام سليقة ولا يحتاجون على قواعد وضوابط نحوية بل لم يكنوا يعرفونها لذا يقول الشعر سمیزمانہ میں نحن جو دیا فاول زیادہ ٹھیک کام فاول آدمی اگر سختی کرنے پر آئے تو کب بھی کام خراب کرتا نرمی بھی اس کی جائے ہوتی ہم علمی بھی اس مبوض کی طرف آگئے ہیں سانید وغیرہ اور ایک زمانہ ہم پر وہ بزرا ہے اس لئے صغیر کے ماں ہو کہ یہ سرات کی عجبز ہوتی ہیں اور چھوڑو یار ساندھوں کو ہر زائف اور موزو اٹھائی اور ہم پر نمارا رہا رہا سوئی جانت کا زمانہ گزران ہے وہ انتہار تھی نرمی کی اب اس طرف آئے ہیں سانی کی طرف آئے ہیں تو اب اس انتہار کو نہیں کرنے پر وہ یہاں فلاسلطان بات کرنا کہ پاگل آدمی نہ اسے آپ سختی کروائے نہ نرمی کروائے نرمی کروائے گا تو کپڑے اتار لائے گا سختی پر آئے گا تو بس چھوڑی سی بات پر بزیار گلب ہوندے گا بھی کم حسن آغا لائے موزو لذا يقول الشاعر وَلَسْتُ بِنَحْوِيٍّ يَلُوكُ لِسَانَهُ وَلَكِنْ سَلِيقِيُّ وَلَكِنْ سَلِيقِيُّ أَقُولُ فَأَعْرِبُهُ قَالَ شَافَعِي كَانَ مَالِكُ بِنْ أَنَسِ يَقْرَعُ بِالسَّدِيقَةِ لهذا انتاز لسان البصريين عن لسان الكوفيين لأنهم أخذوه من منبعه الأسلي وهو لسان الأعراب الأقحاح روى أبو طاهر المقري في أخبار النحويين يقول الرياشي أبو الفضل البصري وهو يلمز الكوفيين إنما أخذنا اللغة من حرشة الضباب وأكلة اليرابيع وهؤلاء يأخذوا اللغة من أهل السوادي أكلة الكواميخ والشواريز ويقول أبو محمد اليزيدي البصري كنا نقيس نحو فيما مضى على لسان العرب الأول فجاء أقوام يقيسونه على لغي أشياخ قطربل الاحتراز في تأويل القرآن يجب الاحتراز في تأويل القرآن ما لا يجب في غيره لأن تأويل كلام المتكلم مما ينسب إليه معنا وإن لم ينسب إليه لفظا ولهذا جوز جماعة من المحدثين رواية الحديث بالمعنى بشروطه والعرب وغيرهم قديما وحديثا يعتنون بنقل نصوص العظماء والملوك كما هي من غير زيادة أو تأويل كما أنهم يحترزون عند الحديث معهم لأن التبعية في ذلك أكبر من غيرهم وهذا في حق الله وكلامه أعظم وأجل ميل العرب إلى الاختصار والأولى في كل معنى أن يبلغ بأقصر عبارة لهذا كان كلام الجاهليين والسلف فيه من الاختصار مع كمال البيان ما ليس في كلام المتأخرين وهذا كما أنه في الألفاظ كذلك في المعاني فالقرآن لا يذكر الله فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريق وكل حجة ولا ذكر كل الشبهات الواردة على الأذهان وجوابها فإذن هذا لا حد له ولا نهاية ولا ينضبط بضابط وإنما يذكر الحق والأدلة الموصلة إليه لذب الفطر السليمة لأن هذا هو الأصل في الخلق ثم إذا صود فمعاند ومكابر أو جاهل كان جداله بحسب ما تقتضيه المسلحة وما يعرف بالمشاهدة أو ما يسلم دخوله تحت لفظ عام يشمل جملة من الأفراد كالقواكب مثل مثلا معروفة بالمشاهدة ويدخل تحتها ما لا يحصى من الأفراد بيانه حشف فبيان أن الشمس موجودة والقمر موجود والكواكب موجودة والإنسان يعلم هذا بالمشاهدة هذا مما يستقبح ذكره ويستثكله الجمهور الأقلاء ففضلا عن البلغاء لأن هذا عندهم معلوم ومسلخر في قولهم لا يحتاجون فيه لا خطاب وتفسير تصوير عالم من العلماء فضلا عن كتاب منزل من السماء الأصل في القرآن أنه واضح عند السلف لا يحتاج إلى تفسير كثير من تفاسير المتأخرين التي يحفل بها الخاصة لو عرضت على العرب عند نزول القرآن لزهد فيه فكثير مما فيها يعدونه لكنة وعيا وعيا لا يحتاج إليه ويرونه من باب إضاحة الواضحات وإذا قدر أن بعض الناس فيهم يحتاج إلى بيان وتوضيح لما أورض عليه من القرآن كان هذا من الأعراض النادرة التي لا تعرض لجمهورهم ولعد هذا من العي والحصل وما تزال مثل هؤلاء الأعراض تزداد حتى غلبت في النفوس فاستثقل القرآن بلا تفسير لأنفاضه كما استثقل الأوائل تفسيره والتفسير ليس مقصودا لذاته وأساليب القرآن معلومة لدى العرب الفصحى غير خافية وإن كان قد يغفع على بعضهم شيء منها والتفسير لذاته كما استثقل الأوائل تفسيره وإن كان قرآن مقصود لذاته كما استثقل الأوائل تفسيره لكن المجرحين والمعبدلين والمعناء يشترون لديهم كم يشترون نعم يقولون أنهم يشترون لديهم كم يشترون لديهم كم يشترون لديهم هناك أشياء هذه هي حديث و هذه هي حديث و هذه هذه حديث تشهير و القرآن من خارق و هذه هي حديث و هذه حديث و هذه حديث و هذه حديث تشهير و هذه حديث عندما يجب أن تسلحوات القرآن ، ورد معرفة القرآن كلام المصرات التي تبعونها تجهوية المصرات التي يعمل عليناها ، إنها التقرر بقرآن لا تقرر أيضا ، خلال الوصف قرآن المصرات التي يحتوي على سورةève بقرآن لذلك لعزو بها عن معهودها معهود وعدم اعتیاده علیها في لغت قومه كما خفی على ابن عباس بعض معانی مفرداته كلفظ فاطل فقدر والتبری في تفسيره وابو عبید عن مجاہد قالا سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما يقول اس ودے کے جرلوں میں لکنے کیجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہے تو اللہ عنہ مراجعہ بندے کے پاس ہوں تو مراجعہ بندے کے ساتھ وقت ہے سن چیز خان سے نہیں ہوگی شاید ادھر کا تو بتا رہت ہے بشکو صاحب کی کتابیں لے کے جاتے تھے سن چلسیوں پنگمیوں قاتلوں کے لئے ہوتی ہیں نا مذہبی کے سننے نہیں ہوتی پاس ایسا اپدار پر تصمیر تو مذہبی بندے ہی کرتے ہوتی ہیں نا مجھے 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 كنت لا أدري ما فاطر السماوات بالأرض حتى أتاني أعرابيان يختصماني في بئر فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها ومثل ذلك أيضا ما أخرجه ابن جرير عن سعيد النجبير أنه سئل عن قوله وحنانا من لدنا فقال سألت عنها ابن عباس رضي الله عنهما فلم يجب فيها شيئا وآخرج من طريق اقرامة علم ابن عباس قال لا والله ما أدري ما حنانا وهذا نادر فيهم وإن جهله فارد منهم علمه جمهورهم بلاغة السلف سليقة أساليب القرآن كما كانت على مجاري كلام العرب في يومهم وليلتهم لم يخفى عليهم المراد بها فيعلمون من قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم أن هذا الخطاب خطاب امتهان وتهكم أن كانت الفاظه مما يستعمل في المدحي أعرف ذلك من السياق لا من اختصاص اللغة والنظير هذه الآية وصف شعيب عليه الصلاة والسلام بالحلم والرشد في قومه المعاندين قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قد يتبادر إلى ذهن القاري أن المراد بذلك إنك حليم رشيد والصواب لست بحليم ولا برشيد قال ابن عباس وغيره وهذا ونضائره لم يكن منهم بجهد ولا تكلف فهي لغتهم والتي يتكلمون بها ولأنها كذلك لم ينص في كل موضع على المقصود منه في القرآن ولو قيل لعجمي يعرف معاني الألفاظ فصر الآية لفسرها على غير وجهها لأن الأمر متعلق بالسياق لا بذات اللفظ يعني أجمي سيغلطيه به ولما تقادم العهد ودخلت العجمة على الأعربي لاختلاطهم بالعجب ظهر لهذه الأساليب الفن المدون بعد باسم علم البلاغة لمعرفة طرائق العربي وتفننها في أساليب خطابها فوضعوا المصطلحات والقواعد لتقريب هذا العلم لا لإتقانه إذ لا يتقنه إلا من تحدث بلغتهم وحفظ إشعارهم ومنثورهم وهذا يعز وجوده في المتأخرين نشأة علم البلاغة عرفت البلاغة في عصر المتأخرين التابعين فمشتهرت بعد ذلك وحكي الإجماع على أن البلاغة ما نشأت إلا تحت تفسير القرآن وقد اعتنى بها كثير من الأئمة باستخراج البديع والإعجاز من كلام الله تعالى وصنف معمر بن المثنى كتابه فيها وقيل إنه قد أخذه من نافع بن الأزرق عن عبد الله بن عباس ويحتمل أنه أخذه من غيره وهو إمام في لغة العرب من نافع عرض الفاظا من غريب القرآن أشكلت عليه على عبد الله بن عباس إذ جاءه بمكة يسأله عنها واشترط على بن عباس أن يأتيه على كل مسألة وتفسير بشواهد من أشعار العرب وذلك حينما خرج ونجدة بن عويمر وآخرون من الخوارج إلى مكة فلقوا بن عباس فسأله نافع عن مسائل من القرآن ومسائل بن الأزرق أخرجها أبو بكر بن الأنباري في الوقف والابتداء وهي منثورة في عدة من كتب التفسير ورواها محمد بن زيادة يشكري عن ميمون بن مهران واليشكري هذا كذاب وروا جملة منها التبراني في معجمه الكبير عن جويبر وهو ضعيف جدا عن الضحاق وروية من وجوه أخرى لا تخلو من ضعف نص القرآن قطعي الثبوط وتأويله في اللغة